اخر السؤال اللي هو ستروك. ستروك عاديكم هو مش تاكنها في الاكتاب في هذا الشرطر. بس انا اعطني انها مهمة. طبعا تعتمد هاي على ستروك تبع السلندر. ستروك هي المسات اللي بيبدو يطعها من هنا. بس كل ما اعرفوا. كل ما زالت الايريا. الايريا ما هي تحددت? من المداية حددناها. شاكين قرار الايريا يتحدد من هون ايش اثر? قرار الايريا اثر على هاي. وراح يأثر قرار الايريا كمان هون. لان وصال قرار الايريا. كل ما كانت الايريا اكبر شو صار عندي? صار بدي اعلى هتحفظ السرعة المطلوبة. ونفس ليش عندي? هلأ مضروب في الايريا شو راح نساوي? عندي مضروب في الايريا شو راح نساوي? الفوليوم. الفوليوم تبع الفوليوم. فراح يطلع معي الفوليوم تبع الفلويد. يعني قديش تكون مخزن الفلويد هون? ها? تكون مخزنين الفلويد من هون اسحب اعطي له. اذا هاي بتساوي الفوليوم. اذا ها هون باعتمد على استروك باعتمد على الاريا كمان. depends on the area of the piston. انا ما اعرف انت الحد يقول لي مش مشكلة كبيرة. اللي بدك زيادة باحط لها زيادة. بس طبعا هذا زيت زيادة. راحط زيت زيادة في السيستم. بس انا ما احط ثلاثة لتر راحط خمسة لتر او سبعة لتر. كله سببه كان? اذا مش شطارة اني اكبر الايريا كتير ولا انا ازلها كتير. طب ازا ازلتها كتير طبعا لها مشاكل. بدي احاول الاياريا منطقية بحيث انه يكون منطقي. والتوتل يكون منطقة حتى حق هدول تلات اسئلة مهمة. تلات واخر ايشي طبعا اخر سؤال بنسأل اللي هو الهورس باور او الباور. الباور تبعت السيستم. وطبعا انا عندي. تبعت السيستم شو بتساوي? فيه? والايمبوت اه والايمبوت اه الهورس باور شو بتساوي? فعندي الامبوت للسيستم رح يكون رح يكون في كيو والايمبوت رح يكون فورس. وطبعا هدول ما رح يكون متوساويين ليش? عندي لوسز عندي هذا السيل عفكرة هذا السيل مثلا وانا تفش السيلندر هذا. حتى لو في الشي فور سور عم تعمل شغل. مش رح تحس في الده قوة معينة حتى تدفشه? في رزيستنس وهو في رزيستنس ذا اللي فلوها. هاي كلها الاشيار رح تصط في لوسز من وانا. فهدا ايه هو الفيشنسي. الفيشنسي بتبعته شو بتساوي? اف بي على بي كيو. اه? ها تصير الفيشنسي تبعت هذا اله اه هذا السيلندر.